معروف في عالم كرة القدم أن الجولة السادسة غالباً ما تكون البوابة الأنسب والمحطة الأبرز لتشكيل ملامح البطل لبطولات الدوري حقيقة تجسدت واقعاً في ختام الجولة السادسة من دور الخليج العربي في الإمارات بظهور مؤشرات ومعطيات أكثر من قوية على بروز تلك الملامح وذلك البطل نتابع بات واضحاً بعد الجولة السادسة من دور الخليج العربي أنه ليس هناك فريق تنطبق عليه حقيقة ظهور ملامح البطل أكثر من الشارقة فريق حقق فوزه السادس على التوالي أمسك برأس الترتيب العام بقوة وسع الفارق مع أقرب مطارديه إلى خمس نقاط امتلك العلامة الكاملة 18 من 18 تجاوز أبرز منافسيها الواحد تلو الآخر كما لو أن الشارقة قد رفع شعار ممنوع الهزين وفي ظل المعطيات المتحققة بعد مضي ست جولات من الدوري يبدو طبيعياً أن ينال الشارقة النسبة الأكبر من ترشيحات وتوقعات النقاط في أن يكون هو الفريق الأوفر حظاً والأقرب حتى الآن إلى اعتلاء منصة التتويج بترعي البطولة كونه الأكثر إقناعاً عدنا إليكم مشاهدين من جديد وداعوني أراحب يضيف ناقد الرياضي عادل درويش للحديث عن أبرز ظواهر دور الخليج العربي إلى الآن يا هلو يا مرحب أستاذ عادل يا مرحب سهلا نبدأ بالشارقة ستة على ستة ست مباريات وست انتصارات وبدأ أيضاً بالانتصار على منافسين المباشرين شفنا النصر، الجزيرة، الوحدة وغيرها برايك هل الشارقة على الطريق الناجح أو الصائب للحفاظ على لقبه؟ الشارقة مثل ما تفضلتي أصبح الآن هو الفريق الأميز والأبرز على الساحة إذا ما رجعنا وشفنا انطلاقها في بطولة الدوري كانت انطلاقة ثابتة واجه المنافسين المباشرين جميعهم في الدور الأول وتفوق عليهم فبالتالي هو الآن أصبح متسيد ومتحكم في رقعة بطولة الدوري بشكل أوضح طبعاً يقف خلف هذا الفريق جهاز فني عنده فلسفة تدريبية معينة معتمد دائماً على الفلسفة الدفاعية تأمين خط الدفاع الاعتماد على العناصر المهارية في خط الهجوم أيضاً الفريق في فترة الصيف قام بعدة خطوات تصحية أفرزت النتيجة الإيجابية الحالية كان أهمها عودة الكابتن عبد العزيز العنبري إلى مقعد التدريب من جديد هذه الخطوة كانت خطوة إيجابية من وجهة نظري لأن تأثير الكابتن من الناحية النفسية كان تأثير إيجابي كبير على فريق الشارجة أيضاً استخدام ويلتون سواريز مرة أخرى من فريق الوصل الذي راح لفريق الوصل في الموسم الماضي استخدامه مرة أخرى لفريق الشارجة أعطى خط هجوم الشارجة توازن أكبر وعمق قوي لما يمتاز به هذا اللاعب من مهارات كبيرة ثنائيات شفناها في فريق الشارجة خاصة ثنائيات إيجور ويلتون سواريز وأيضاً كايو عاملين تبلوه ثلاث جميل في خط الهجوم الشارجة دائماً يثبت مقولة بأن لبطولة الدوري ملك واحد وهو الذي الآن يتحكم برقعة هذه البطولة بشكل أوضح طبعاً الحكم على البطل مبكر ولكن هناك ملامح وهناك فرازات دائماً وهناك مؤشرات من أهم هذه المؤشرات ثبات المستوى وثبات النتائج فريق الشارجة أصبح الآن فريق اكتسب الثقة بنفسه ومن جولة إلى أخرى يكتسب ثقة أكبر وأكبر فأنا أعتقد هذا الفريق يسير في مسار تصاعدي ومسار إيجابي وثابت وثابت وأهم عامل قاعد يتعامل فيه هو دائماً القدرة على التعامل مع ضغوطات المنافسة اللي هي ميزة غير موجودة في المنافسين الآخرين إذن ساد عادل ممكن نقول أن أو من له الإمكانية والإستطاعة أن يوقف الشارجة في المستقبل حالياً الشارجة هو واجه جميع المنافسين المباشرين واجه النصر وواجه العين وواجه الجزيرة وواجه الوحدة تبقى فقط الشباب الأهلي وشباب الأهلي أيضاً يعاني من عدة مشاكل وعدة نواقص وهناك أيضاً ردود أفعال غاضبة بعد الخسارة من الجزيرة أنا لا أعتقد في الدور الأول أن قطار الشارجة راح يتوقف هو ممتد التحول اللي راح يكون هو فقط في فترة الشتوية فترة الشتوية راح تتاح لجميع الفرق بعمل تحولات وعمل تغييرات ومثل ما نسمح حالياً بأن فريق العين مقدم على بعض الاستقطابات خاصة في خانة اللاعبين الأجانب هذه الفترة راح تعتبر فترة مفصلية ومهمة لبعض الفرق فريق الشارجة الآن هو فيه استراتيجية واضحة تجميع أكبر حصيلة من النقاط ممكنة لأن فترة الشتوية عادة بتحصل بعض الأمور الإيجابية لبعض الفرق هو الآن استراتيجية أن يوصل لنهاية الدور الأول بأكبر رصيد نقاطي ممكن الإمكانيات متوفرة الإمكانيات الفنية جدا رهيبة في هذا الفريق خاصة في خط الهجوم عند فلسفة ممتازة أيضا في تدريبية اللي هي دائما خطة دفاعية وتأمين خط الدفاع وحرمان المنافسين من أهم ميزة هي الوصول إلى مرمى فريق الشارجة هذه الفلسفة هي فلسفة أنا معاها دائما بغض النظر عن الأقابين اللي الآن قاعدة تطرح في الساحة بأن فريق الشارجة فريق محظوظ وأن فريق دائما يعتمد على عامل الحظ عامل الحظ ممكن يأتيك مرة أو مرتين ولكن من الصعب تكرار هذا العامل في أكثر من جولة وشفنا هذا الفريق هو فريق بطل قاعد يدافع عن لغبة فمعنات الاستراتيجية والفلسفة التدريبية اللي قاعد يعتمد عليها هي فلسفة جدا ناجحة من وجهة نظرها ومبنية على قراءة فنية بناء على قدرات والدوات والعناصر المتوفرة في الفريق ولكن أستاذ عادل ما ذكرنا نادي الوحدة شفنا في الجولة الثانية فاز مجددا نادي الشارقة على الوحدة ولكن بعد هذه الخسارة لم تهتز عزيمة الوحدة فهل ممكن في مباراة الإياب نشوف نجاح أو يكون هذه الثقة تساعد الوحدة على النجاح ضد الشارقة فريق الوحدة هو الآن في مرحلة انتقالية المرحلة الانتقالية تختلف من مرحلة الحصاد هي تختلف في سماتها وملامحها الوحدة عمل مرحلة انتقالية من خلال استقطاب مدرب جديد اللي هو كان مدرب الظفرة السابق هذا المدرب اللي أنا شوفه الآن أصبح له نوعا ما بصمة إيجابية في فريق الوحدة أيضا فريق الوحدة الآن أصبح يعتمد على بعض الأسماء من اللاعبين الصغار اللاعبين الأكاديمية مثل طحنون الزعابي شفنا أيضا رجع مرة ثانية يعتمد على خليل الحمادي في مركز الجناح الأيمن خروج بعض اللاعبين من الوحدة اللي كان يعتمد عليهم في فترات سابقة خلال المواسم السابقة الفريق أصبح الآن متوازن أكثر في الخطوط الثلاثة استخدام اللاعب الكوري خاصة في مركز في خط الوسط عطى شوية نوعا ما توازن الفريق وعطى أرياحية لإسماعيل مطر في التحرك الأمامي نحن شفنا إسماعيل مطر عادل التواهج مرة أخرى وهو في سن 37 سنة وهذه علامة فارقة لأي لاعب فبالتالي فريق الوحدة على الجمهور الوحدة أن يعي أنه الآن في مرحلة انتقالية هذه المرحلة الانتقالية عادة تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى هدوف التعامل الفريق ممكن أن ينضج خلال هذا الموسم ونشوفه في موسم قادم يحصد حصاد هذه المرحلة يمكن نقول مؤشرات إيجابية إلى الآن ولكن عليهم التعامل مع هذه المرحلة بذكاء وهدوء وصبر وعدم الاستعجال في عمليات حصد النتائج خلال هذا الموسم على الفريق أن يشكل هيكل أساسي يقدر يعتمد عليه وهذا الهيكل سيكون دعامة الفريق الوحدة خلال المواسم السابقة الفريق عنده هيكل في كل الخطوط عنده حارس مرمى جيد محمد الشامسي عنده خط الوسط متوازن بوجود كابتن خمي اسماعيل واللاعب الكوري خبرة اسماعيل مطر دائما المدرب الثاني أو عين المدرب في الملعب هذا الدور الذي يقوم فيه اسماعيل ويفتقدونه في كثير من الفرق نحن نرى دائما تأثير اسماعيل ليس فقط على فريق الوحدة ولكن على المجموعة بشكل كامل وروح الفريق وهو دائما يمثل روح الفريق شفنا في نادي الشارقة استخدام للمباريين أو الأجانب من إيغور كورنادو وولتن وهذا شيء قوى من الوحدة الهجومية للفريق وسبب أنها تكون الأقوى بين الفرق كاملة وشفنا أيضا استخدام المهاجم الوحدة وهو تام ماتفز فهل ممكن نقول أنه سبب رئيسي لقوة أيضا الوحدة الهجومية لفريق الوحدة؟ هو اللاعب أمانة تانية يعني له بعض المؤشرات الإيجابية وبعض الأرقام الجيدة خاصة في عملية التسجيل والتهديف وأرقامه خلال الجولات السابقة خير مؤشر وخير دليل على اجتهاد هذا اللاعب ولكن دائما فريق الوحدة دائما إذا ما نثكر فريق الوحدة فهو دائما من الفرق الكبيرة الفرق اللي عليها دائما ضغوط ودائما هناك مطالبة أن فريق الوحدة يكون دائما مشروعة وهدفه هو المنصة المنصة دائما يحتاج إلى وقت اللاعب في بعض المباريات خاصة المباراة الشارجة نوعا ما كانت عنده مشكلة في عملية التعامل مع بعض الفرص وهذه دائما ترجع إلى الخبرة حتى أن اللاعب يتعود على أجواء دورينا ويدخل في الأجواء سيشوف نفسه متمكن بشكل أكبر في عملية التعامل مع الشباك ننسى أن هذا اللاعب الآن أصبح حوالينا مجموعة من اللاعبين اللي يغدونه بالفرص هناك سماعيل مطر طحنون الزعابي خليل الحمادي فاللاعب محاط بمجموعة مهارية من اللاعبين وهو أيضا عليه أن يشتهد ويسعى بشكل أقوى في الفترة القادمة حتى يثبت اسمه ويكون بارز مثل الأسماء القوية لا ننسى أن فريق الوحدة في الناحية الهجومية هو دائما هناك عملية المقارنة وعملية المقارنة مع السابقين هي دائما ما تكون مزعجة لأي لاعب أرقام وحصائيات اللاعب السابق اللي كان يشغل مركز الهجوم هو تيقالي أرقام رهيبة وأرقام خرافية مع فريق الوحدة هذا دائما يعمل عملية ضغط على أي لاعب جديد في عملية المقارنة المقارنة بين الحاضر والسابق ولكن دائما لابد أن نستحضر اليوم شغلة مهمة بأن فريق الوحدة في مرحلة انتقالية مرحلة محتاجة إلى صبر ومحتاجة إلى هدوء مثل ما ذكرت وعملية محتاجة أيضا إلى عملية الدعم لجميع أطراد المجموعة الحالية وعدم التسرع في اتخاذ بعض الغرارات ختابا من تتوقع أن يكون بطل مسابقة دوري الخليج العربي لهذا الموسم؟ التوقع دائما صعب وخاصة أننا إذا اليوم نتكلم بأننا لم نستقع 50% من مشوار المسابقة لازمنا في مراحل مبكرة ولكن هناك مؤشرات وهناك دائما معطيات وأفضل المعطيات دائما اللي هي مرهونة بالملعب الأرقام دائما لا تكذب هناك فرق راح فقط سجلت بأنها فقط هي مجرد ضيوف شرة في هذا الدوري وهناك فرق آخرين واضحين بأنهم راح يلعبون دور كبير في عملية التواجد على المنصة ولعبة الكراسي الموسيقية راح تقل بشكل كبير بعد نهاية الدور الأول ورح نشوف ثبات أكبر على صعيد المنافسة ورح تنحصر بين فريقين إلى ثلاث فرق على حد أخصى المؤشرات إلى الآن أي بطل للمسابقة وليس الفريق؟ البطل هو دائما الفريق الأكثر حصادا للنقاط والأكثر ثباتا في المستوى ثبات المستوى حاليا متوفر في فريق الشرجة وبدرجة أقل هو الفريق المقارب لفريق الشرجاوي هو فريق النصر باقي الفرق هناك دائما علامات تعجب وعلامات استفهام برغم أنها فرق كبيرة وتمتلك المكانيات والعناصر ولكن حتى الآن المردود المقدم داخل أرض الملعب والنتيجة والحصاد النقاطي هو دائما أقل من هذا المردود من علامات الاستفهام صراحة فريق الجزيرة فريق الشباب الأهلي فريق الجزيرة برغم فوزة الأخير ولكن هناك نواقص في الفريق لابد من تدخل ومعالجة هذه النواقص وأكبر غياب حاليا قاعد يسجل عن الساحة هي غياب بعض الفرق الكبيرة مثل الوصل عودة النصر أسعدت المحبين والجماهير مرة أخرى وإن كان فريق النصر لا يزال لا يجد عملية التعامل مع الضغوط والتعامل مع العوامل الخارجية المؤثرة على الفريق الفريق الشرجاوي هو دائما هو الفريق الأكثر ثباتا حتى الآن وبالتالي طبيعي أن تكون أغلب الترشيحات ذهبا للفريق الشرجاو نعم بالفعل ضيفنا نقد الرياضي عادل دروي شكرا جزيلا على هذا التحليل الرياضي الدقيق جدا لدوري الخليج العربي شكرا